زي ما تكلمنا معاكم في بداية الحلقة أيام قليلة جدا بتفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية واللي هتبدأ يوم 13 يناير اللي جاي وهتستمر لحد 11 فبراير بيكونتي بوعد طبعا البطولة دي احنا في حب كده مننا لهذه البطولة وانتظار لها بكل تأكيد وإحنا بنحس دايما البطولة دي بتاعتنا ودايما بيكون عندنا أمل كبير جدا إن احنا ناخد هذه البطولة بعد غياب طبعا لو هنتكلم عن هذه البطولة احنا بقلنا 13 سنة ما حصلناش أو ما تتوجناش بهذه البطولة تفاصيل كتير هنعرفها عن استعدادات منتخبنا الوطني لمباراة الودية أمام تنزانيا ومباراة كأس أمم أفريقيا مع الناقد رياضي لمنورنا محمد الشرقاوي يا سيد محمد سبع الخير سبع الخير فان يا أهلا بيك في البداية لو تطمننا كده على استعدادات المنتخب لا هو يعني حسب اللي شفنا كلنا في المعسكر الأخير للمنتخب كان فيه زيارة مؤخرا للسيادة الوزير دكتور أشرف صبحي واتحاد القورة وكان فيه مفتوح التدريب بتاع المنتخب للإعلاميين والصحفيين فكانت واضح أن فيه روح معنوية مرتفعة زي ما حدثتك قلت احنا خلاص يعني عادنا فترة طويلة احنا خدنا على أن احنا نتوج بأمم أفريقيا ومصر فعلا تستحق التتويج ببطولة أمم أفريقيا ابتعدنا عن اللقب بقالنا فترة طويلة وأعتقد بقى أني الأواني أن احنا ننافس أو نرجع إن شاء الله باللقب من أبيتجين بإذن الله طيب رأيك بقى في المجموعة اللي وقعت فيها مصر أو اللي وقعت فيها منتخبنا الوطن هو مجموعة أنا شاف أنها صعبة شوي هو طبعا المطشات اللي هيلعبها المنتخب بداية من مباراة موزنبيك مطشات متدرجة يعني احنا الأول هنلعب موزنبيك وبعدين غانا وبعدين الراس الأخدر نظام التآهل للبطولة هيسهل من مهمتنا يعني يطلع أول أتنين من كل مجموعة من المجموعات الستة وبتآهل أحسن أربع توالد في المجموعات وبالتالي احنا مش عايزين نفكر في التآهل لدور الستاشر إن شاء الله هنتآهل ولا تآهل ولكن هي السؤال هنتآهل أول مجموعة ولا تاني المجموعة لأن ده هيسهل من مهمة المنتخب بعد كده في الأدوار التانية راس الأخدر فريق يمكن الناس ما تعرفوش قوي ولكن ظهر بمستوى طيب جدا في البطولة النسخة الأخيرة لأمم أفريقيا اللي عبت كلها محترفين منتخب ما يقلش خطورة عن منتخب غانا يمكن أضع في المنتخبات اللي موجودة معنا نظريا هو منتخب موزنبيق احنا دايما بنحب نلعب مع غانا لأن غانا مستوها يعني بتلعب فنيات ما بيلجوش للعنف أو السرعات زي عادة أغلب المنتخبات الأفريقية ولكن القوة والسرعة والخشونة في اللعب ده هنقابله أكيد مع منتخب الرس الأخدر عشان كده نقولت هي تبقى مباريات متفوتة المستوى بالنسبة للمنتخب احنا أهم حاجة أن احنا نعد من المرحلة الأولى اللي هو مباراة موزنبيق عشان ناخد الدفعة المعنوية الإيجابية وبعد كده نفكر في كل مباراة على حيدا إن شاء الله طيب لو هتقيم لنا مشروع روي فيتوريا خلال الفترة اللي فاتت مع المنتخب أداءه عمل إزاي القيمة بتاعته كمان عملي هو على المستوى النظري روي فيتوريا نجح لغاية دلوقتي مع منتخب مصر بنسبة 99% يعني كل المطشاط اللي لعبها روي فيتوريا مع منتخب مصر احنا كسبناها الحمد لله باستثناء مباراة واحدة اللي هي مباراة تونس الودية وبالتالي هو على المستوى الورق لا هو مدرب متميز أهلنا لنهائيات أمم أفريقيا خلاص أهلنا على مستوى تصفيات كاس العالم إحنا ماشيين البداية بتاعتنا بداية قوية في تصفيات الموائلة لنهائيات كاس العالم المفروض أن التعاقد الاتحاد الكورة مع فيتوريا حسب ما أعلن المسؤولين في اتحاد الكورة إن إحنا هدفنا كاس العالم 2026 يعني هم مش بيقيمهم فيتوريا على نتائجه في أمم أفريقيا إحنا كجمهور أو مقادر ياضيين أو إعلام إحنا اللي بنقيم فيتوريا على أمم أفريقيا عشان جاءت لها الراجل حتى في المؤتمر الصحفي الأخير قالت أنا ما بوعدش أنا ما بوعدش هو هدفه كاس العالم بس طبعا بالنسبة لمنتخب مصر بالنسبة للجماهيرية بتاعت منتخب مصر تاريخ منتخب مصر النجوم الكبار اللي بيضمهم منتخب مصر لازم هو كمان يكون عارف حاجة زي ما ينفعش إن إحنا نروح ومجرد التمثيل المشرف أو إن إحنا نروح ونخرج من منتصف يعني إحنا نتخلص بقى من الآفة دي الحقيقة إحنا فعلا نفسنا نتخلص منها إحنا آخر نسختين في أمم أفريقيا وصلنا النهائي يعني في الجابون 2017 وصلنا النهائي بعد كده برضو يعني 19 ما كناش موفقين النسخة الأخيرة وصلنا للمباراة النهائية وخسرنا قدام منتخب السنغال وده كان مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب وبالتالي منتخب مصر لا منتخب مصر يقدر منتخب مصر عنده لعيبة متميزة عندنا دلوقتي لعيبة فيها خبرات بالنسبة للمحترفين اللي برة محمد صلاح ده الواحد يعني نص القوة المنتخب المصري كل المنتخبات وكل الشعوب الأفريقية جميع العالم كلها بتبقى شايفة محمد صلاح وأنا متأكد أنه محمد صلاح ده يبقى له وضع خاص في بطولة أبي جيال لأن نجم فوق العادة طبعا مقصر الدنيا في الدوري الإنجليزي وهدف الدوري الإنجليزي حاليا متفاوك على ناس كبار زي هلند وغيرهم النجوم اللي موجودين في الدوري الإنجليزي وبالتالي انت كمنتخب مصر لا احنا نقدر ان احنا نروح ونقول ان احنا هننافس طبعا ما فيش منتخب في العالم يقول لك انا هكسب البطولة بنسبة 100% ولكن احنا راحين ننافس على بطولة أمم أفراك لأنه ما تقدرش تغفل ان في منتخبات لا في منطقى القوة منتخب السنغال ده منتخب خطير جدا منتخب المغرب رابع العالم منتخب كودو فار هو صاحب الأرض والدمهور وعنده كتيبة من المحترفين في الخارج منتخب الجزائر ما بقولش الكلام ده علشان يعني ان احنا خلاص بنرمي الفطوة لا هم برضو منتخبات قوية ولكن في النهاية احنا منتخب مصر منتخب الفرعنة طيب بما ان احنا كنا نتكلم عن روي فيتوريا خليني نبص كده لغة الأرقام المنتخب مع روي فيتوريا خاط حوالي 13 مباراة فاس في 11 مباراة تعادل المباراة وكسر المباراة أرقام روي فيتوريا مع المنتخب بتقول ايه وهل هتعامل روي فيتوريا زي ما هدت تحدثت على فكرة المؤتمر الصحفي وتحدث عن احنا هنروح هنعمل اللي علينا وما اي لذلك بس فيه دايما يعني في كل بطولة فيه اكيد فنيات بتختلف ومنتخبات بتختلف طريقة اللعبة بتختلف روي فيتوريا هيكون حاضر وبقوة وهيكون واعي هو روي فيتوريا زي ما قلت رحضتك قبل كده هو نظريا عمل نتاج ممتازة جدا مع منتخب مصر ولكن اعتقني ده اول اختبار حقيقي لروي فيتوريا لانا هيواجه بقى كده منتخبات في غاية القوة يعني احنا في المجموعة بتاعتنا معانا منتخب غانا منتخب قوة جدا من الفرق المرشحة ليه التأهل للنهائيات منتخب الرأس الأخدر عمل نتائجه كان أبهر الناس بنتائجه في النسخة الأخيرة فما نقدرش نتكلم على الأرقام إلا لما نشوف كمان في أمم أفريقيا يبقى لهو اختبار حقيقي من خلال التلاتاشر مباراة اللي فاته روي فيتوريا هيتعامل مع هذا الاختبار ازاي؟ هو طريقة اللعب بتاعت روي فيتوريا هو مسبب طريقة اللعب أربعة تلاتة تلاتة لو جنا تكلمنا على مثلا القوام أو الطريقة اللعب فيه ناس حجزة مكانها من هنا لغاية نهاية البطولة ما نقضرش أن احنا نختلف على محمد الشناو في حراسة المرمى في قلب الدفاع عندك أحمد حجازي بعد ما رجع من الإصابة ولعب في الفترة الأخيرة مع النادي التحجد السعودي خلاص هيلعب أساسي في المنتخب وجنبيه محمد عبد المنعم والاتنين دولة هم أعتقد قلبي الدفاع هم ضمنوا مكانهم بنسبة 99% مع المنتخب في الفترة اللي جاية وعندهم مزايا كويسة جدا فنية يعني أحمد حجازي من بجانب الخبرة بتاعته الكبيرة من أيام احترافه في الدوريات الأوروبية هو لعيب دولي بقاله فترة طويلة فهو من اللعيب اللي بتجيد بناء الهجمات من الخلف ويقدر أن انت تقدر تعتمد عليه في بناء اللعب بتاعك وأن انت تصنع هجمات معينة للمنتخب محمد عبد المنعم عنده حيوية الشباب والاتنين بيجدوا ألعاب الهوى وبيكملوا بعض يعني لو كان أحمد حجازي عنده نقطة معينة أنه مثلا مش سريع ولكن محمد عبد المنعم بيكمله في السرعات وبالتالي الاتنين بيكملهم بعض الناحية الشمال موجود فتوح ومحمد حمدي أنا من وجهة نظري أن محمد حمدي ممكن يكون أكثر جاهزية من فتوح من الناحية الفنية نتيجة بتاعات فتوح الفترة الأخيرة عشان خلفاته المعروفة مع الزمالك وإيقافه وكلام دوت فهل فتوح هيبقى جاهز فنيا للمعترك بتاع أمم أفريقيا ولا هيخليه شوية كده ويبددي بمحمد حمدي اللي هو الجاهز مع برامدز وخصوصا محمد حمدي مع فيتوريا هو اللي كان بيلعب مطشط أكتر من فتوح في المباريات الودية الناحية اليمين في عندك برضو اتنين لعيبة مميزين عمر كمال عبدالواحد ومحمد هاني والتنين أصحاب خبرات يعني عمر كمال لعب معنا في النسخة الأخيرة في المنتخب ويمكن ظهر بشكل كويس ويمكن قدم شهادة ميلاده فنيا مع منتخب مصر محمد هاني برضو قدم مستوىات متميزة مع النادي الأهلي ولسه طالع من كاس العلم للأندية لعب قدام أسماء كبيرة في كاس العلم للأندية وقدى بشكل جيد جدا وسط الملعب محجوز لمحمد النين ومروان عطيه خلاص يعني هو النين ومروان عطيه دول الأسين التالت بتاعهم بقى هو لإما إمام عشور لإما حمدي فتحي وغالما هيكون حمدي فتحي بيلعب بشكل مميز جدا في الدوري القطر طبعا ده أنا بكلمك على كرؤية فنية التلاتة اللي قدام في اتنين حاجزين مكانهم محمد صلاح في الناحية اليمين مصطفى محمد الناحية الشمال غالبا لإما عمر مرموش أو محمود تريزيجي في عندك أوراق ربحة طبعا في على دكة البودلاء والبطولات اللي هي المجمعة دي دايما مفيش حاجة اسمها أساسي ومش أساسي لازم يبقى كل اللعيبة على مستوى واحد لأن انت بتقابل إجهاد لأن انت بتلعب تلات مباريات في خلال مثلا سبع أو تمن تيام وبعد كده بتلعب الأدوار اللي هي التالية إجهاد بيبقى غير طبيعي شوفنا كمان إصابات في التدريبات تكيد في أمفل ونزة في إنذارات أو إقافات أو 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 كده فانت بتبقى ظروف بتبقى في غاية الصعوبة فلازم كل القوام بتاع المنتخب يبقى في نفس المستوى عظيم طيب انت ذكرت مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة متقلقين سواء كانوا محليا أو حتى عالميا مهم نتكلم عن حالة الانسجام بقى ما بين اللعيبة معسكر المنتخب هل الفترة دي كانت فترة كافية لإن اللعيبة تحفظ بعض زي ما بنقول ما هو عشان نتكلم عن المعسكر نشوف رسميا الفيفا بيسمح لك بإيه الفيفا بيسمح لك قبل البطولات المجمعة أن انت تستدع اللعيبة بتاعتك قبلها بسبوعين انت القوام الأساسي بتاعك نص من المحترفين في أوروبا فيمشوا معاك رسمي والنص التاني طبعا من اللعيبة الموجودة في الدوري المصري الأهلي والزمالك وبرامج زواء والكلام دوت فانت لو انت كنت حبيت ان انت تعمل معسكر بدري مش هتنفع عشان المحترفين عشان المحترفين على الأقل المحترفين زائد كمان الارتباطات الأندية هنا في مصر يعني النادي الأهلي كان عنده كاس العلم للأندية وبعد كاس العلم للأندية فيه بطولة السوبر المصري اللي كان فيها بيرامز باردو اللي فيه عدد كبير من لعبته موجودة في المنتخب فعلى الورق ما ينفعش ان انت تجمع المنتخب قبل التوقيت دوت وكويس اساسا ان انت يعني أوروبا والأندية الأوروبية ممتعدة من إقامة بطولة أمم أفريقيا في التوقيت دوت وكل نسخة من بطولات أمم أفريقيا بتحصل مشاكل بين بعض الأندية الأوروبية وبعض المنتخبين انهم يسيبوا اللعيبة يرجعوا المنتخبات اه يعني مثلا انت فريق شبلية الإسباني مرضاش يودي يوسف النصيري لعب المغرب غير بعد يوم أربعة يناير منتخب غانا نفس القصة يوسف بونو حارس مرمى منتخب المغرب كان المفهود يروح ريال مدريد في بداية الموسم ولكن لما ريال مدريد شاف ان فيه بطولة الأمم الأفريقية في التوقيت دوت مرضاش يتعاقد معاه بعد إصابة كورتوة حارس مرمى ريال مدريد فبرضو المنتخبات وتوقيت إقامة بطولة أمم أفريقيا ما بتساعدكش ان انت تعمل المعسكر أو التجمع اللي هو بيبقى في دماغ الناس ذي كلها يعني انت اه جبت منتخب تنزانيا عشان تعمل معاه مباراة يعني تجربة أخيرة أو بروفة أخيرة تنزانيا برضو مصلحتها انها تلعب مع منتخب مصر اللي ان انت وقع في مجموعة مع المغرب والكنغو والزامبيا فممكن تكون برضو حابة انها تلعب مع منتخب مصر بحيث ان هو طريقة لعبة قريبة لطريقة لعبة المنتخب المغربي ولكن هي كل المنتخبات كده يعني مش منتخب مصر بس لفترة إعداده قبل البطولة قليلة ولكن ده على كل المنتخبات المشاركة تفتكر من من وجهة نظرك ممكن يكون هو الحصان الأسود في البطولة دي هو دايما يمكن في منتخبات كبيرة جدا مشاركة في البطولة وكلنا محترين أنهي منتخبات اللي ممكن تتأهل للمربع الذهبي مش المباراة النهائية البطولة اللي فاتت ظهر مثلا منتخب موريتانيا ظهر منتخب الرسل الأخضر بتيجي كده أحيانا يعني منتخبات بتطلع فجأة بس المشكلة النهائية ما بتستمرش في الأداء القوي بتاعها لكذا نسخة يمكن عشان إمكانيات مادية يمكن عشان مفيش خبرات في النهاية أمم أفريقيا دايما بتنحصر بين الكبار يعني ماينفعش أن أنت تقول منتخب الكامرون خارج الحسابات ماينفعش تقول منتخب غانا ماينفعش تقول منتخب كودفوار مصر، تونس، الجزائر، المغرب فيه كده شوية منتخبات اللازية ومعرفة منتخبات يلا لكن إن شاء الله بطولة بتاعتنا بإذن الله يعني نتمنى بكل قلبنا إن شاء الله شكرا جزيلا نسي محمد الشرقاء والناقد أرياضي شكرا جدا